بحث رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي مع رئيس غرفة صناعة الحبوب طارق حسنين سبل التعاون مع غرفة صناعة الحبوب خلال المرحلة المقبلة في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أهمية التعاون مع الغرفة كونها تختص بالسلع الاستراتيجية التي تمثل دورا مهما في النظام الغذائي للمواطن المصري مشيدا بنجاح موسم توريد القمح المحلي للعام الجاري